نشر أحد المواطنين فيديو على منصة الفيسبوك مدته 4 دقائق و37 ثانية يحذر من وقوع كارثة في الطريق النابط بين أولاد جلال والدوسل وهي الطريق المؤدي أيضا إلى مدينة بوسعدة والجزائر العاصمة صاحبه الفيديو حذر من واد المعذى الذي يمكن أن يعود إلى النشاط من جديد في المنطقة التي تقع فيها الطريق خاصة وأن التشققات بدأت تظهر للعيان كما توضح الصورة لدرجتي أن الفرد يمكنه الدخول في هذا الشق بفعل إنجر في التربة بعد تأثورها بمياه الأمطار والشاحنات ذات الوزن الثقيل التي يمكن أن تسبب في كارثة لا قدر الله لنتابع هذا الفيديو نحن على الطريق السيار طريق مدينة أولاد جلال المؤدي إلى الدوسن الطريق لا أعرف ورقبه نور مامو معروف من الطريق لمدينة أولاد جلال من الخرشة تحول الخزيال اللي يدي للدوسن والذي تزاير بسعادة الطريق الكبير هذا هو الطريق الكبير يبدو الوزون وهناك بالنظرة في جديد كثير الثقيل هنا سإنقاذ البلد تم غاهل بناء الكبرى اللي راكم اكم الشايفينها واللي ما هوش منتبه ليا حتى واحد من اصحاب الطريق هذو من المساكن اللي هي عقوها. هذه الكارثة هذي الكارثة هذي هتؤدي بارواح كبيرة. ارواح كبيرة من جميع ربوع الوطن. شوف الانجراف اللي لها كين تحت الطريق. شوف الكارثة الكبيرة اللي يوقع عليها شوف شف شف ساير ف likesرى منتحد. شوف Kraft لها مجантين منتحد. شوف شوف firmcomェ con sifrar معناها الرؤود الى معفور وسميات اللي لها كل ما كنتم تشوفوا ليوم chaîne كما لكم تشوفوا خطر كبير على المواطنين طريق دخلع يا شماعها. شوفوا يا شماعام們 وحبس صحاب الطلوبين والحبس يشوفوا التي كما لها ساير لها. شوفوا واجمع كما لكم شوفوا شوف شماعوا مبنان يهبل. شوفوا هذي الحبطة. شوف 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 اجمعها شوف اجمعها شوف اجمعها وراني هابا شوف الطريق تحت الطريق وشكاين شوف شوف لك شوف ما تقدرش تصور شوف شراكين تحت الطريق مستخدم الطريق والكثير من المتفاعلين شكروا صاحب الفيديو لتنبيههم من جهتين وارسال رسالة إلى السلطات المحلية من جهة أخرى وهنا تعليق لأحمد بركان الذي قال ربي يعطيك الخير انا راني يوميا اعبر على هذا الطريق بالوزن الثقيل ثمانين طن اشكرك على التنبيه ربي يسترنا ويستر جميع اخواننا ويحذر محمد بن عبدالله مستخدم الطريق ونشر تعليقا ذكر فيه وذكر فيه خطر كبير على السائقين وخاصة عند سقوط الامطار وفيظان الوادي سيتسبب في انهيار الطريق وفي كارثة حقيقية على السلطات التحرك قبل حدوث الكارثة ويوضح يزيد مزياني قائلا تم غلق مجرى الوادي بحيث اصبحت الطريق تمثل سدا للاشارة فان الوادي سيعود يوما الى مجرى الطبيعي اليكم ما دونه حمزة مبروكي كتعليق للفيديو بارك الله فيك في توصيل الرسالة الى المسؤول المباشر وكذا توعية المواطنين بخطورة هذه الطريق مراد يشارك برأيه وكتب بارك الله فيك اخينا على الوعي والانتباه وانذار السلطات والمواطنين على الخطر الذي تمثله هذه الطريق ربي يلطف وربي يستر وختمه تعليق بطلب المتافاعل صلاح الدين الذي كتب نطلب من السلطات المعنية في اقرب وقت بدأ مشروع بناء جسر مزدوج وحل المشكلة من جذورها لان فصل الشتاء على الابواب نطلب الوالي الذهاب الى عين المكان وحل هذه المشكلة والله ولي التوفيق والنجاح وشكرا جزيلا طبعا لإيصال رسالة الى السلطات المحلية في اولاد جلال من اجل تجنب الكارثة لبأس من التذكير بحجم الخطر المحتمل جراء تآكل نقطة في الطريق الرابط بين اولاد جلال والدوسة من خلال هذا الفيديو المشاهدين الكرام هذه اخبارنا اليكم غدا بحول الله يوم الجديد الى اللقاء اشتركوا في القناة